الرئيس التركي رعى حفلة تسليم منازل لمتضرر الزلزال في هاتاي ومن هناك يعلن أردوان مرشحي الحزب الحاكم لانتخابات البلدية الأولوية وفق تصريحاته هي حماية السكان من الزلزال وتكريس مفهوم المنازل المضادة للزلازل سلمنا لغاية الآن 7275 منزلا لن نهدأ حتى نسلم 390 ألف مواطن مفاتيح منازلهم في اسطنبول يعيش السكان وسط قلق من زلزال قادم قد يقضي على كثير من المباني ويخلف آلاف الضحايا إنهاء هذا الخطر يتصدر بيانات الحزب الحاكم الانتخابي عبر مراد كوروم مرشح الحزب نضع أهمية مواجهة الزلزال تماما مثل مكافحة الإرهاب مواجهة الزلزال تتصدر برنامج حزب الشعب الجمهورية أيضا وهو الذي يواجه تهما بالتراخي في السير بمشاريع التطوير الحضري وتأمين مباني المدينة لكن الحزب يلقي الكرة في ملعب الحكومة عبر تصريحات لرئيس بلدية اسطنبول الحالية من باب الاحتياط لزلزال في اسطنبول طلبنا 3500 رجل إطفاع من إدارة الكوارث بشكل عاجل وافقوا على أرسال 750 فقط وذلك لأني رئيس البلدية فقط ومع استمرار الجدل بشأن الزلزال بدأ السكان فعليا بحملة كشف على متانة أبنيتهم في اسطنبول وهو ما قدته البلدية عقب زلزال في براير الذي خلف أكثر من خمسين ألف قتيل ما بين مواضيع اللجوء الاقتصاد والازدحام تجد الخشية من الزلازل مكانا في أولى اهتمامات الناخب التركية الذي سيتجه للصندوق في 31 مارس المقبل باحثا عن تطلعاته بين أوراق الاقتراع ربيع صعوب المشهد اسطنبول